اشتركوا في القناة طب منا دكتور شو واضحة هي بخير شو في قول شو في دكتور دكتور احكي بقى شو بقى اختي طيب بالاول الف الحمدلله طلعت من الغيبوبة هلف الحمدلله بعد هالفترة الطويلة فتحت عيونها ورجعت عالحياة يعني اختي رح تعيش هلا هي ما تعفت عالاخير فترة العلاج رح تستمر بس فيني قولت جاوزت الشي الصعب يا الله هلف الحمدلله فيني شوفها هلا فيني فوت لعندها طالما اقوه هون انت بتضل برات القصة يا صياد سمعوني تحسن وضع الست ارماك كمان مرتبط فيكم بشكل كبير ما لازم تزعل ابدا ولا تخلوها تفوت باي توتر قد ما كان صغير حتى اصغر مشكلة يمكن تقزم وضعه لا تقلق دكتور رح ننتبه منيح فيكون تشوفوها فوتوا بالدور اللي عندها بس لا تطولوا سيد كينان بدا تشوفك بالاول خرال كرمال ارماك لو سمحت رح يخبروك من جوة بعد شوي تمام دكتور معافي شكرا دكتور يعطيك العافية اشتركوا في القناة بابا يلا الاكل جاهز نعطرينك يلا بنتي جاية بس الكمبيوتر في مشكلة معا ما قدر افتح الفلاشة شبو والله ما بعرف الاجهزة هاليومين صايرة مثل قلتها لكي حتى الفلاشة ما عم يعرف يفتحها طيب خليني شوف كينان حبيبتي انت منيحة يعني احسن كنت بعرف رح تتعافي حبك يلي رجعني على الحياة كينان رح نعيش مبسوطين بعد هلا عنجا دعم تحكي ايه طبعا حتى رح نكون اسعد سنائي انتي بس كوني بخير انا بكون بخير اذا ضليت جنبي انا رح ضل جنبك على طول لا تقلقي ابدا رح نعيش ايام حلوة كتير اخواتي بخير كل شي منيح مو هيك انتي لا تفكري بحد هلا فكري بحالك بس كلياتنا جنبك وهنين رح يفوتوا لعندك بعد شوي ما في مشاكل بيناتكن لا لا ما في مشاكل وما رح يكون بعد هلا مثل ما قلتلك نحن كلياتنا جنبك شوفي بنتي بابا لا تستخدم هاي الفلاشة ليش؟ على اغلب مو شغالة طالما ما فتحت عن جد؟ بعدين كيف بتحت شغلات ما بتعرفة على كمبيوترك يمكن يكون فيروس ويخرب الكمبيوتر طب مين هادا اللي جاب الفلاشة وخباها عندي؟ خباها؟ لا بابا مين بده يخبية وليش يعني؟ بنتي يمكن ما بفهم كتير بالتكنولوجيا بس عالقليلة بعرف كيف افتحها وبعرف شو مخبين فيها كانت بقلب هاد بابا؟ ايه كانت هون؟ يا الله يا بابا هاي فلاشة عرسي انا حطيتها هون كنت بدي كبه ونسيت عرسك؟ مم ما بتهمني ابدا لهيك كنت بدي كبه رح كبه ومعد بدي شوفه مرة تانية يلا لأكل جاهز ناطرينك يلا امشي يلا رح نطالع من العناية على غرفة عادية وبعدين منشوف كيف وضعه اذا فينا نخرجه هذا الخبر اللي بدي اسمعه يا دكتور بس يا دكتور في شوية تفاصيل شغلتلي بالي مثل شو؟ شو هنه؟ انا ساكن بفندق من فترة وارماك لبين ما يجهز البيت اللي رح ننتقل عليه خلاصنا سكوت وبالك الانفاضي ارماك رح ترجع على البيت ما فينا نبعتها على غرف الفنادق انت ما حدا سألك انا عم بحكي مع الدكتور انت اللي بتسكوت خلاص لا تبلشو هلاء اسمعني منيح اختي رجعت من الموت فما بدي اسمع كلامك تتافه بدك ياها تتعذب بالفنادق ولا شو؟ انا اخر حدا ممكن يعذبها لا تشغل بالك خلاصنا بقى لو سمحت وهدو شوي انا بنصح بمكان مريح كتير في كل انواع التجهيزات وحتى اذا ممكن فينا نخصص ممرضة تضل معها كل يوم وتعملها لفحوصات اللازمة ها سمعت؟ دكتور رح يصير انا مستعد اعمل كل شي كرمال ارماك معنا تلبيه ما يجاز البيت اللي رح ننتقل عليه رح اسمح ان تضل عندك هالفترة انت مين انفكر حالك يا صياد السماك اه؟ انا بصفتي اخوة باخدها وبرجعها على البيت تمام طالما كل لاياتنا اتفقنا ما في مشكلة ارماك رح ترجع معنا كينان وانت بهالوقت دور على البيت طبعا وين هدول اللي هلأ ما اجوا؟ عن جدوين كون لا هلأ الفطور جاهز وقاعدين ناطرين كون كان في فلاشة على مكتب يفوق عم شوف شو مشكلتها ايه الفلاشة ما كانت عم تشتغل وانا كنت عم ساعده فلاشة شو؟ تمام طالما الكل صار هون فرح بلش بالتقديم ما في داعي للخطاب بنتي ضيفي ضيفي امنع يوني وهلأ الخبز والبيض صاروا جاهزين شو قصتك بالقاء اليوم من عند الصباح؟ كنت شاطرة كتير بالعربي اه وبالدراسة كمان؟ اه بمدرسة الحياة يا خالتي بس بفهم بالشعر كتير وبطريقة الالقاء اه يستمو ايديك بنتي طيب كتير ايه والله كتير طيب اه ملاك قولي انه عجبك انتي كمان مشان تكمل عن جد طيب الف صحة وهنا موسيقى 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 شو الشركة عطوة سيارة؟ بارح كانت عم تستنى عالموقف كيف صار هيك؟ المدير الشاطر هو اللي بيرائب موظفينه بيحتم فيهم عن جد ومديرنا غير مديرك ولا شو؟ ما فهمت؟ ايه والمدير الزكي هو اللي بيعرف يختار الموظف اللي بستاهل الاهتمام موسيقى اهلين كينان موسيقى منيح فرحتني والله خبر حلو ألف مبروك تمام ماشي ابني بشوفك شوفي صحية أرماك من الغيبوبة وقريبا رح تطلع عالبيت اوه الحمدلله ايه الله لا يضره وتتعافى بسرعة ان شاء الله وانا فرحت الله هازال شو بك يا بنت؟ كأنك فرحتي وزعلتي مع بعض ما فهمت لا طبعا فرحت اي طيب منيح ما بعرف حسي صار في طاقة غريبة هون ايه ما كان ناقصنا غير مقياس طاقتك سكتيلك شوي وكلف طورك بقى الله يسامحك سينان اتصلت كتير وبعتلك رسالة خفت كتير فكرت صار لك شي ايه برو شوفي انا عمر هلأ بفترة صعبة كتير بتمنى تتفهميني يعني ما فيني ردة عليكي كل ما اتصلتي مو هيك يعني انا وقت ما رديت على اتصالاتي فكرت عملت شي بيزع لك من دون ما احس على حالي لا يا روحي القصة مو هيك باين عليك مبسوط كتير اليوم ايه واخيرا ارماك صحيت كلها تنفرحنا سينان عن جد عم تحكي خبري كتير حلو ايه عن جد هالخبر اجابي وقته رحت على المستشفى اليوم الصبح سمحوا لنا نفوت لعنده ونشوفها كم دقيقة كانت كتير منيحة طبعا هذا الخبر المنيح شو يعني في خبر ممنيح فورالو كينان رجعوا يعلقوا مع بعضهم من جديد مليت كتير وانا عم فك بيناتهم اما انا ما حدا بيفكر فيني فورال كل الوقت جانن على الاخير وما بعرف شو ممكن يساوي ما عم بقدر نام للصبح بسببه سينان بس انا جنبك دائما وانفكر فيك على طول ما بتستاهل كل يلي عم بيصير معاك شايفتك هون انا كان عندي شوية وراء بدي ااخدها عم شوف انك عم تقضي هون وقت اكتر من مكتبك يلا على شغلك يلا على شغلك شوفي دفنة ما عم يعجبني تواجد هالبنت هون دائما سينان ماشي البنت عم تعمل شغلة كبري عالك بس انا ما شفت انه عم تقوم بي شغلة حبك يلي رجعني على الحياة كنا شو بدي اعمل كيف بدي يلعب بمشاعر بنت بريئة مثل ارمك شو بدي اعمل يا ربي كينان بهادير لك وينك الهالوقت يا ابني انت اللي وينك شو هالصدفة هاي طم مني عنها الحمد الله بخير انت لستاتك عايش طبعا عايش شو شايف انت فرحت لانه تحسنت ارمك وانا بس انا ماني شايفة انك منيحة مالو على اب ارمك يا امي انا اكتر واحدة مبسوطة لانه ارمك بخير يا بنتي انا فهمانتك كتير منيح وبعرف انك ما رح تحزني لهيك شي هازال بس موضوع كينان امي هالموضوع من زمان سكرنا اساسا هيك افضل للكل عموما بس كمان بعرف صعب انه الانسان يحبس مشاعره كينان متزوج وارماك بنت مسكينة ومريضة ليش هلأ قام تحكي هالحكي شو يعني النصيحة كمان صارت ممنوعة؟ يعني لو ما بي بالك انه رح اغلط ما رح تحكي هيك مو يا بنتي انا بعرف كتير منيح انه ما رح تغلطي بس كمان بعرف انه القلب ما بيرد على حدا شوفي حتى لو كنت بحب كينان كتير ولو هالحب بده يقتلني مستحيل اعمل شي زعله او يزعل ارماك يا حبيبة قلبي والله كانت ايام حلوة تتذكر مرة جرحت حاجبي بسببك؟ وانا شو صار فيني من الضرب اللي اكلته من عاصم بسببك؟ وشو عملنا وقتها؟ سرقنا حبتين خو؟ معقولنا اكل قتلة مشان هي؟ طبعا انت ملصت من القتلة انا لاني كنت اسمين ما قدرت اهرب بسرعة اما انت ركدت مثل الفهد ايه؟ شو الاخبار؟ قل لي انت رجعت من المانيا؟ بصراحة ما رجعت بشكل دائم بين هون وهون عندي شركة سياحية صغيرة عم اشتغل فيها يعني قاربين صغار للتجول عم نظم جولات فيهم كتير حلو والله حلو بس لانه شغلي الاساسي بالمانيا ما عم بقدر اهتم بالشغلي اللي هون يعني عم دبر حالي شو بدي اعمل؟ ايوه هيك لك طيب وشو بدك تعمل؟ عم فكر اذا حدا بيشتريها ممكن بيعها بس لازم يكون حدا بيفهم بهالشغلة يلا خير ان شاء الله صعب يا بنتي باعرف صعب كتير ايوه اقا شو هادية عمتي شو لابسة خير ان شاء الله صورتي هيك منافسة لا ميلوش مصخروا علي لا شوف كنت بدي ألبس الحلق الألماس كمان يالي من المرحومة امي بس ما لقيتو على قد ما ضليت عم دور عليهم بالغرفة صار راسي وجاني اه اه مانك متذكرة وين حطتي؟ لا والله ماني متذكرة كيف اخال؟ اهلين يا كينان تفضل عود ايه طب مني شو الاخبار؟ كيف صارت ارماك؟ الحمد لله منيحة وان شاء الله تتعافى بسرحة ان شاء الله ابني الحمد لله تجاوزت الصعب ما ضل شي بخوف ان شاء الله خال كينان بخصوص موضوع فورال لازم نوصل لقرار نهائي بعرف خال كنت رح حاكيك بهالشي في طريقة واحدة لنقدر نسيطر على هالمجنون وهي انه نعلق بأمور الشركة بس هالموضوع ما بنحل بهالطريقة هيك رح تنهار الشركة بسبب جنانه بالضبط خال معك حق بس برأيه خلينا نعمل هيك وانت لا تشغل بالك بالباقي اسمع شو بدي يقلك احزير شو صار معي اليوم كان عندي رفيق قديم من ايام الطفولة اسمه بهدير صادفته اليوم قال لي انه اسس شركة سياحية صغيرة بقاربين بس عم يفكر يبيعه آه عصدك يعني اجي على حضن امه وابوه تماما هيك غال صدقني اتعبد ومليت من جو هالمكان ومنه مواجهة هالمجنون كل يوم وتصرفاته اللي ما بتنحمي لهيق قررت اشتري هالشركة استنى شوي ابني شو كل هالعجلة يعني هالأمور ما بتصير هيك بالأول فكر مني وعمل دراسة عن الموضوع ما في داعي خال قلبي عم يقلي فوت بهالشغل هاد يا كنا ما عاد اتحمل قضي ولا يوم تاني هون صدقني آه يعني بدك تتركني لحالي خال انا مستحيل اتركك لحالك انت بتعرف هالشي كتير منيح بس اسمح لي ارجع للمكان اللي بنتميله بدي ارجع للبحر هذا حلم طفولتي من لما كنت بالدين كينان شو يعني اسمح لي ساعدتك اهم من كل شي وانا اصلا ما كتير عجبتني اعادتك هون بس من هلا لحلم موضوع ناز عالقليلة خليني اعرف شو صار مع اختي وانت قم له وبعدين رح اطلع من كل هالشل بعرف خال ان شالله تحل هالموضوع باسرع وقت ان شالله ان شالله ايه شو نقول انقللك مبروك والله يباركي شو في؟ شو بده يكون فيه جننني هادا فورال شو عمل كمان؟ العينتين قيد وصولي مشان تزديدات الشركة شو؟ هادا بده يفضحني قدام كل الموظفين لك مليت منه سمعت يا حدا على وش الارض بيكره اخوه انا بكره اخي يعني بفهم فورال عمل شغلتين اليوم شو يعني هاد؟ ألغى صلاحياتي بالتوقيع كمان الله يلعنه شوف سينان نحنا ما رح نستسلم لازم نلاقي شي طريقة نقدر فيها نسيطر على فورال ايه مظبوط يلي عم تقولي ديفنا سمعت كلامك وواجهنا فورال شفتي شفتي شو صار؟ معقول بدك تستسلم من اول مرة يعني؟ ديفنا لو سمحتي ما بدي ناقش من دون شي راسي رح ينفجر تمام تمام طيب رح اسكت وما عد احكي شي وانت خليك عم تفشل ديفنا اصلا لما ما بتلاقي جواب بتقول ديفنا تشاطر وحل اللي موضوع اخوك هلو؟ كينان انت فاضي شي؟ ايه؟ سمعت انه ارماك صحيت فرحت الحمدل على سلامتها شكرا كتير الله يسلميك بتمنى تكونوا مبسوطين عم احكي هالكلام من قلبي انت حدا بيستاهل السعادة وانتي كمان لا تفكر فيني صدقيني عمجرب بس ما عم بقدر ما افكر فيكي مشغول بالي على هازال ليه شو صاير كمان؟ كيف يعني شو صاير؟ انت عم تشوفي قديش مكتق بي ما عم بتقول شي بس عقلة وقلبة عند كينان وغير هيك حبه من طرف واحد والله خايفة انه تساوي الشي غلط طولي بالك شو خطر ع بالك هالحكي؟ وشو بدي يقول؟ بيجتمعوا البارود والنار؟ هازال ما بتعمل اي شي غلط معاك حق بس بصراحة ما بعرف ابدا كيف رح تزبط الامور كينان مأهور وهازال مأهورة بنتي، النهر بيلاقي مجرى اذا انت ضليتي مأهورة وزعلانة ما بيتغير شي ما بدي هازال تزعل مرة تانية كتير عانت ادعيي لها بالخير على طول وشيلي من راسك هالأفكار السيئة شوفي قديش الساعة ولسه ما اجيت قالت عنده شغل بس ما ننبيني ملك، هازال ما انا طفلي صغيرة لسه جديدة تخلصت من فرال خلي هالبنت ترتاح شوي وتعرف تاخد نفس ماشي ييه، أساساً أنا متدايق أو مأهورة ما عملاقي حلقية اللي هنن ذكره من أمي ومين رح ياخد حلقك عمتي؟ بتكوني حطيتي بشي مكان بيلتقى وضعها كتير منيح وبعد شوي من أخدها ع غرفتها فيني شوفها؟ ما فينا مفوت لعندها غير قرايبينة من الدرجة الأولى تعارفي من خاف تصيبها شينوبي فهمت، بيجي مرة تانية شكراً إليك هازال؟ كتير فرحت بشوفتك مرحبا فورال شو عم تساوي هون؟ إن شاء الله معناك مريضة لا سمعت إنه أرماك تحسنت فإيجيت لشوفها بس ما سمحوني مرتين متفاهمة بترجاكي سامحيني، تعودت على هلكلمة رح ناخد أرماك على البيت، بتشوفيها هنيك لا، شوفها هون لا تقولي هيك، بتزوريها بالبيت، هي مثل أختيك وأنا أجيت لأحكي مع الدكتور مشان كمّل النواقص بالبيت كتير منيح أنا بساوي الأفضل مشاني اللي بحبهم دائماً تعرفيني بحميهم على طول ايه، أنا اللي بعرف ليش هازال؟ ما عمت صدقيني ما؟ شفتي، كيناني اللي ع أساس زوجة لأرماك، فرح شوي وبعدين راح ما عندي وقت ضيعه، يلا بخاطرك هازال خليكي شوي شو بدك فرال؟ شو خلاكي تجي لعند أرماك؟ طبعاً رح إيجي، أنا ما عندي أي مشكلة معه وأنا مثلك امبسطت إنه تعافت صدقيني ما بتتخيالي قديش بفرحني إنه لساتك عم تحسي حالك من عائلتي موسيقى مرحبا، اختي خدي هدول اللي غراض مني اختك؟ من وين لوين اختك؟ ظاهر شغلتي صعبة معه ما فهمت عليكي ما في شي، بسويلك فنجان قهوة؟ وطبعاً مع رغوة، وبضيفك راحة كمان لا، أنا ما بدي تعبك لا أبداً ما في تعب ولا شي، من دردش شوي مع بعض شو رأيك؟ يعطيك العافية آه، بدك تروح؟ بس فنجان قهوة؟ غير مرة، المعلم عم استناني يا لطيف شقاسي وما عنده أي مشاعر إذا ما خليتو يلين وقتبع الناس يي؟ لا، سمح الله انتو فاضيين؟ لا تواخذوني جيد فجأة تعال سينان تعال، أعود هيا ألف مبروك، فرحت لأنه أرماك تحسنت شكراً، الحمد الله خبرني الدكتور، وضع أرماك كتير منيح بتمنى تضل منيحة، وما بدي شي تاني سينان، بخصوص فورال، شو وضعه؟ في شي تطورات؟ والله، تطبيق الخطة اللي عم تفكروا فيها صعب شوي لأنه فورال قدر يعلق الكل فيه وبلش يساوي اللي بده ياه أنا ما اتفاجأت أبداً كينان، وانت المفروض تكون أنشط هون انت الوحيد اللي بتقدر توقف بي وشه أبظن أنك تأخرت شوي بأشي ليش؟ لعد تعتمدوا علي بعد هلا عن قريب رح اترك هالمكان وروح وشو خطر على بالك فجأة؟ رح بلش بشغلة جديدة ايه؟ حكيلي شو بدي أحكي؟ شو ساويت؟ ولا شي طيب انت ليش تأخرتي بالجاية على المطعم؟ رحت لشوف أرماك بنتي، انتبهي على حالك أمي بترجاكي لا تبلشي أنا خايفة هازال، خايفة يسيبك شي لا سمح الله وليش لا تخافي أمي؟ بلكي فورال حطك براسه مرة تانية بلكي حاول أنه يأذيكي يا بنتي فورال ما بيقدر يساويلي شي، كوني متطمنة هازال، نحنا عم نحكي عن فورال الرجال إذا شافك قريبة من كينان ممكن يجن خلصتي منه، بلا ما يوقعك بمصيبة جديدة لا تقلقي، ما بيقدر انتي كيف بتقدر تكوني متأكدة لهالدرجة؟ لأني بعرفه، لا تقلقي على الفاضي جبت الأغراض من السوق؟ ايه جبتهم معلم، وأعطيتهم لمليحات كتير منيح كيف؟ هل بنت منيحة؟ مم، منيحة، ممتازة فهمان عليك هي غريبة ومجنونة شوي، ومو من الأشكال اللي منعرفها، بس إنسانة منيحة صحيح معك حق لا تأذي أي حدا، حتى جابت الفرحة على البيت، بتضلت تنقر مع عم نرجس ونحنا من موتنا الضحك ها 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 ها، إذا حتاجت لشي، بتساوي ليه ماشي، وكأنو هالبنت عنده هوس بأمور الموضة والزينة وبخاف تكون خجلانة اطلوب ونرجس أساساً مثل الشرطة فوق رأسها ماشي معلم لنشوف مسكينة رفعة تأمننا بهالبنت وكتير مهم بالنسبة إلي أن تكون هالبنت مبسوطة معنا لا تاكل هالبن معلم عندي هون المكان كتير حلو وبصراحة راسي مشوش شوي لك كيف يعني راسي مشوش؟ عم بحكي بطريقة مشفرة يعني كأنه العشق فات على قلبي الإيد اليمين لعمي عزيز هو المدير العام لشركاته يعني كل الشغل بإيده لو تشوف فيه رجال مثل الجبل لا مو هيك أنا حسيت بشي الصبح وهو كان عم يهرب بنظراته يعني ما عم يقدر يتطلع على وشي فهمتي المراهقين العشاء أشي أكيد لما يشوفني يوقع بحبي شو مغرورة وشايفة حالة؟ الله أعلم شو عم تخطي ليش مو مبين يعني؟ كل حركاتها مكشوفة شو ماشيا شكراً معساية شكراً معساية مو هذا عزمي بيك؟ هو الأراضي اللي اشتريناها ارتفعت قيمتها قال رح يمر طريق من جنبها وهالشي رفع سعرها معنات أمورنا عم تمشي منيح سمع سينان أعصابي بلشت تنهار شوي شوي فانتبه لو سمحت شو صار كمان؟ فيني اسألك يا ترى بأي حق بدك تخصي السيارة من الشركة لأيبرو؟ ليش عم تعطي هالبنت كل هالوش؟ ديفنا شو قصدك من هالكلام؟ بظن كلامي كتير واضح امتى ما فتلت راسي بلاقي البنت جنبك وعطيتها سيارة كمان شو المناسبة سينان؟ شو في داعي؟ أنا بقلك بعيد هالبنت عنا كل أتعطيها وش بس كلامي بيفوت من هالإدن وبيطلع من الثانية ديفنا بكفي بقى ماني ولد فهمتي؟ بتكفيني المشاكل يلي هون فلا تزيديي علي أنا عم قللك بعيد عن هالبنت سينان ليش ما عم تسمع كلامي؟ لك لساتك معلقة على هالبنت؟ لا تدخلي بأموري بنوب ما عم تسمح لأي حدا يقللي شو لازم أعمل أهلين وسهلين بابا أهلين فيكي يا بنتي أهلين وسهلين أهلين فيكي أنا رح حضر لك شي إيه حضري بنتي؟ ملاكي أنت متضايقة من شي يا ترى؟ ما عم بتشوف عزيز البنت صارت تطلع حواليك عم تدور ع كينان معقولة ما كون عم شوف؟ وما بعرف هي شو رح تساوي تتعود على كل شي مع الوقت لا تدقي حالك لساتهم عم بيحسوا شي اتجاه بعضهم بس كينان متزوج بعدين إذا هازالوا كينان اتقربوا من بعضهم ولو شوي فورال بيقيم لإيامي وممكن إنه يقزي هازال ما حدا بيقدر إنه يقزيلي بنتي يا ملك لا الكلب فورال ولا حدا غيره فلا تزرجي حالك بتمنى يكون هيك عزيز يلا نقعد على الطاولة فيش يا ترى؟ بعرف لشو عم تخططي عفوا ما فهمت انتي مفكرتيني غبية مثلي لا تكوني مفكرة إنك رح تلعب علي بعقلك الصغير سمعي ما عم بفهم شي اللي عم تقولي إذا أنا ارتكبت شي غلط طلعي فيني إذا بتظني إنه يلي عم تفكري فيه ممكن يتحقق بتكوني غلطانة يلي عم تحاولي تصلي له أكبر منك نهاية النسوان يلي بيصيدوا سروات ويلي بيغور رجال متجوزين بتعرفي قديش بتكون بشعة؟ سمعي أنا ما خلصت كلامي أنا بنصحك تنتبهي إيبرو إذا مفكرتيني ما نكاشفتك فأنتي بتكوني غلطانة وما بتتخيلي شو ممكن ساوي فيكي ما عادت خليني شوفك حوالين زوجي وقصحك تقربي منتنا نفهمتي بس مشا نصحتك أوه كتير برد فوتي بلا ما تمرضي عزيز شو بدي قللك انت عم بتشوف إيبرو بالشركة؟ إيبرو ايه عم شوفها؟ هي منيحة عن جد انت عندك قلب كتير طيب شو بدي أعمل؟ صحيح انه إيبرو مو بنتي وارتكبت كتير أغلاط بس كبرت عقيدي وانا بيعتبر بنتي زنبال وحيد انه هي بنت خليل إذا كتير حابة تشوفي يا تعالي عالشركة بحب شوفها بس خايفة من هازال ما بعرف شو ردة فعلها هازال بنت زكية وبقلبها رحمة وبتفهم أمه والله ما بعرف لنشوف طيب أنا بلاقي حل وبخبرك ماشي؟ بشوفك شوفك ماشي أنا باتصل فيك بعدين إيبرو شوفي؟ بصراحة أنا كأنه دائما بيجي لعندك وبشتكي من كتير أمور بس دفنا كتير هانتني وزلتني وسمعتني كلام آسي لأني أنا ما قدرت سيطر على مرتي طبيعي فرالي ساوي فيني هيك شو عملت؟ سينان صدقني لو لاك أنا ما كنت ضليت هون ولا ثانية بس انت بتعرف قديش أنا بحاجة للشغل وكمان إذا أنا رحت انت رح تضل حالك هون طلعي فيني إيبرو أصحك تفكري إنه تروحي باركي بهالحياة ما كنت محظوظة من تلدفنا يمكن لو أجدني فرصة كنت ساويت كتير بس انه كل يوم والتاني تضلت تعرضلي وتهيني وتسمعني كلام آسي هالشي هاد ما فيني تحمله أكتر من هيك ولا أتقبل هالوضع سينان إيبرو لو سمحتي والله أنا مستعدة تحمل كل هالمعاناة مشانك بس لك كون جنبك دائما سينان لحتى أقدم لك الدعم وساعدك وأنا منتبه على كل شي وعم شوف أنت دائما بتحسسيني إنك جنبي لا 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 لهلأ ما لقيت الحلق تبعيك؟ آه لا والله ما لقيتهم ما تركت مكان ما دورت فيه كأنه الأرض انشقت وبلعت الحلق متأكدة إنك ما وقعتي بشي مكان؟ طبعا متأكدة ملاك أنا بحطه بهديك العلبي على طول بس اختفى استغفر الله ما كانت تصير هيك شغلات قبل ما تجي عمتي بلا تخبيص عيب وحرام كمان لا تظلمي حدا ليش لأظلمة يعني؟ قبل ما هالبن تجي لهون ضعنا شي غرض يا ترى عمتي لا تتهمي حدا قبل ما تتأكدي طيب ماشي ما رحقول شي أبدا بس أنا عم بسأل حبيبة قلبي عمتي بلكي شايفتو حاططو بشي مكان أستغفر الله لا دعم لي يا دقيقة ميلوش تعالي شوي بنتي نعم خالتي مو خالتك يا بنتي عمتك ايه انا بالحقيقة كان عندي حلق ذكرة من أمي وما عم بلاقي شفتيشي؟ لا وانا وين بدي شوف حلقك يعني؟ انتي متأكدة؟ يعني بلكي أخدتي الحلق بالغلط بعتقد أنا فهمت منيح لوين بدك توصلي ما قصدك إذا أخدته بالغلط عم تتهميني بالسرقة شو عملتي عمتي؟ عمتي؟ لما أجيتي لتاخدي الدوان سيتي هالحلق بغرفتي شفتي شلون؟ شو القصة؟ أف عمي عمي أف بصراحة أنا بدي طلب صغير في عندك شي شقة فاضية؟ لا مو مشاني بدي شقة لواحد رفيقي بس يا ريت تكون بمكان هادي ايه كمان بدي إياها تكون مفروشة بلجد ممتاز طيب ممكن تبعث للمفتاح؟ كتير منيح شكرا إلك خليني شوفك عن قريب طيب بشوفك بشوفك لكن هيك يا كنان عن جد انت تزوجت؟ إن شاء الله ألف مبروك الزواج بهالزمن بدي شجاعة أنا ما قدرت تكون شجاعة مثلك ايه انت بس وقع بالحب والعشق ومنشوف كيف رح تركض مشان تتزوج يعني كتير بتحب مرتك؟ ايه طبعا ايه والله كتير حلو وأنا إذا لقيت بنت حبها وتحبني ما بضيعها بس لسه ما وقعت بالعشق إذا عشقت شي بنت نمسكها بقوة وأصحك تتركها لأنه الحب ما بيتكرر إذا هو رح منك شي مرة ما عد تقدر إنك تترجعه بنوه وإذا حبيت شي بنت ساعتها قلبك ما عد يهمس له غير بإسمه طول الوقت شو هالكلام يا أخي؟ إذا حبيت أعرف إيمت هالحب كينان أنت أصلا تزوجت عن حب شو لسه بدك؟ ترك هالكلام اللي بيخسروا حبيباتهم شكلك كأنك عشقان واحدة تانية والله ما بعرف يا بنتي لما ما لقيت الحلق نحنا ما كتير منعرفها فورا عقلي فكتر بالسوق بس ما بيصير هيك عمتي أنا شو قلت لك؟ مو طلبت منك إنه ندور منيح أنت ليش مرداتي علي؟ مرحبا يا جماعة أهلين وسهلين أهلين فيكي شو صاير؟ ليش نبين عليكم مزعوجين؟ ما في شي بابا الأكل صار جاهز خلونا نأكل يلا أنا رايحة ميلونش خير شو صاير يا بنتي؟ بترجعك تسامحني عمي عزيز شوفي لوين رايحة أحكي؟ كل إنسان بيرتاح ببيته بعدين زيارة الضيف بتكون قصيرة أي يا زيارة هذا بيتك بعدين شو بدي أقول لأخوكي؟ يلا فوتي لشوف صار في خلاف صغير بين ميلوش وعمتي نرجس وشو هالخلاف الصغير يا ترى؟ عمتي فكرت إنه ميلوش أخدت حلقة شو؟ أنا آسفة ما كان عندي أينية سيئة ميلوش بلا ما تروحي من هون شفتوا إني مبسوطة وعم بحكي بكل راحتي فصرتوا تتوقعوا كل شي مني وبعدين كان المفروض إنكم ما تخافوا مني كل شي بقلبي على لساني صحيح أحيانا بقول كلام سخيف بس مستحيل إن يحط عيوني على غرض لحدة تاني بنتي أنا باعتذر منك بالنيابة عن العم نرجس لا لعفو عمي عزيز ما في داعي بنتي لا تأخذيني عقلي مشوش شوي يلا ميلوش ميلوش آي يلا يلا تعالوا يلا تعالوا نشوف الكلعة السفرة آي يلا يلا امشي امشي خلونا نجيب الأكل يلا ماشي الحمد لله عم تتحسني أكتر حيل غير في أحسن من هديك ما بحسوا كأني رح موت هون شو هالحكي اللي عم تقولي؟ أنت تعافيتي في كتير شغلات بدي ساوية لما أطلع من هون في كتير شغلات ضلت نقصة بحياتي بدي كملة رح تساوي كل شي أنت لا تقلقي أبدا بتشوفي رح نكون مبسوطين المهم صحتك أكيد طالما أنت جنبي أنا منيحة كتير أرماك بعد ما تطلعي من هون رح تضلي فترة بالأسر رح نعيش منفصلين بس لفترة قصيرة لبين ما أستأجير بيت ما بدي بععد عنك بنوب اسمعي أنك تضلي جنبي بالفندق مو منيحة مش عن صحتك حكيت مع الدكتور بعدين صحتك أهم من كل شي بالنسبة إلي وأنتي بتعرفي لا تقلقي عن قريب بلاقي بيته منعيش فيه سوا مع بعض طيب ماشي بس ما رح تتركني لحالي مو هيك ما بتركيك رح نكون مبسوطين ببيتنا ايه أكيد ورح نكون عالي ورح يصير عنا كتير أولاد أرماك بصراحة في شي كتير مهم أنا حابب أني يقلك يا شوفي لما كنت مريضة مسك ولي أتل أمك مين هو؟ أخي أخوك؟ مع الأسف عن جد أنا كتير آسف أرماك طيب ليش أتله؟ ما بحرف على الأغلب تنقروا مع بعض يا ربي ما عم أقدر سدي وأنا ما عم بقدر سدي عقلي طار من رأسي لما عرفت الأسف أنا آسف نقدر نحكي؟ ما صاح لنا نحكي مبارح أولا مسمعك أنا ما قدمتش لهالشركة ولا نحنا وصلنا لهون لأنه أنا عم بشتغل ليلة نهار وفتحت أقسام جديدة شوفي يا إذا تعبت شوي أنت بالنهاية عم تساوي هالشي لنفسك بلى لفوا دوران قول شو بدك يلا أنت كيف بتقيد صلاحياتي بالشركة؟ هيك الأفضل بصفتي أخوك بس هذا ظلم كبير بحقي فورال أنا اشتغلت وتعبت أكتر من الكل لما كنت عم تقضي وقتك بالهجوم عن ناس أنا كنت عم اشتغل في كتير شغلات صارت ما بتعرفها ما في شي بصير بهي الشركة أنا ما بعرفه ولا تحكي وكأنك أسست الشركة عن جد ما عم صدقك بنوب لا أصدق لأنه طبيعي هيك يصير بعد ما تتحد مع كينان وتلعب على أخوك وطبعا أنت كل تفكيرك بالقوة والمصاري وبس إذا حاولت تحترجورة لأخوك هيك بصير لسا عميق لي كينان أيا كينان كذب فورال عن جد كينان صار هوسك بس لا تقلع رح تخلص منه شلون ممكن توقع هون لو سمحت موقع هون؟ إيه هون؟ شكرا ألف مبروك مبارح قال رح يقطع علاقته بالشركة ورح يأسس شغل جديد بس بتعرف موضوعنا الأساسي مو كينان وشو الشغل اللي رح يأسسه؟ صيات سمك سخيف أنت ما بتفكر غير بكينان؟ أعود وحكي لي هو شو بده يشتغل أنا لسه ما بعرف مو على أساسي بتعرف كل شي بس ما بتعرف شي عن كينان بعرف يلي قالوه بس ورح يأسس شغل جديد لحاله وهذا كل شي برافو عليك ما سألت مو هيك؟ أساسا ما بيطلع بإيدك أكتر من هيك قسما بالله ما عم بفهم مو كان بدك تخلص منه الرجال رايح شو بدك لسه؟ طيب لوين رح يروح؟ أنت رأسك ما عم يستوعب الرجال كان قدام عيوننا مين بيعرف شو رح يلعب من مكان بعيد؟ أنت زودت عن جد شو رح يلعب يعني؟ مبين إنه بس قصده يبعد عنا لهذا السبب أنا مترقص هي الشركة وإنت رح تضل ورايي دائما وعم يسألني ليش قيادت له صلاحيته لأنك ما بتفكر لقدام وما بتعرف إنه الرجال بده يخلص علينا أنت غبي ما عم تشوف هذا الشي إن شاء الله يكون خير إن شاء الله يكون خير بهدير بس أنت بتعرف هاي الحياة كتير غريبة ما حدا بيقدر يتوقع شو ممكن يصير ما في شيء اسمه مستحيل صحيح المستحيل بس موجود برأسنا الحياة بتقدم مفاجآت ما حدا بيكون متوقعة حتى لو احترنا فيها كتير منيح إنه لتقنا وهيصار عندك هالقارب بس إذا بتبيعه لحدة تاني ساعته كتير رح أزعب المهم إنه صاحب هالقارب يكون بيعشاء البحر وبيفهم بالقوارب مثلك لا تألأ ولا تشغل بالك أبدا هدفي الأول كبر هالشغل ورح ساوي صياني للقوارب وبعدين رح أجره بأسرع وقت يعني ما رح تضيع الوقت أبدا أنا بعرف إنك رجال شغيل بس ما بعرف إنه عندك هالطموح مو بس الطموح والإجتهاد فيه شوية ملأ كمان الوقت طويل أنا بمكان ما بحبه ولا بديها صعبة بعرف كتير صعبة بس بفضل ربنا وبفضلك مشي الحال شو مشي عن الأكل؟ برأيي ما في داعي حضر الأكل بالقوارب فيه مطعم أنا بعرفه ومستعدين يساولنا وجبات وهيك من رأي حراسنا من موضوع تحضير الأكل شو كأني شايفك مخطط لكل شي كينان؟ يعني إذا رجعت من ألمانيا ما بتشغلني عندها؟ عيب عليك أنت بس ترجع رح خليك تنظف كل القوارب يعني مثل الأيام القديمة ايه بالضبط هيك طلع رجال في عنده عشيقة مثل ما أنا توقعت بما إنه مرته أهملته فطبيعي يصير هيك ايه؟ ومين هي؟ مين راح تكون؟ سكرتيرتو هي كتير رخيصة آه طيب هي شو قرارت؟ رح تنفصل عن زوجها؟ الرجال كتير غني حبيبتي رح تكسب كتير بالطلاق وهذا الأفضل مشانا أهلين وسهلين كتير بفرحني تضل تجي دائما والله مو بس عجبني أكلكم استقبالكم حلو بيخليني إيجي هازال خانو وبدك الصراحة أنا كتير بحب بيجي لهون هالكلام كتير فرحني اختار شو بدك تاكل وهلأ بيجي لو سمحتي لو بدي عزبك بتساعديني بالاختيار؟ بالحقيقة كتير حضرنا شغلات اليوم إذا بتحب خلينا نبلش بالمقبلات أهلين كينان ابني انت ليش واقف هون متل الغريب بوت لجوة؟ أهلين فيك يا أمي كيفك انت يا أمي؟ أنا منيحة كيف أرمعك؟ منيحة؟ يعني شفتها الصبح طلعوها من العيني الحمدلله رح تصير أفضل بس تروح عبيتها بتتحسن أكتر إن شاء الله المسكينة كتير عانت إن شاء الله تتحسن بسرعة شو بحضر لك؟ جوعان؟ بالحقيقة أنا ما أجيت مشان آكل أجيت لنحكي بالشغل بس عمك عزيز مو هون أنا أساساً أجيت لأحكي معك الخال عزيز ما خبرك أني بلشت بشغل جديد؟ آه تذكرت خبرني يعني رح تشتغل لحالك؟ آي بالضبط مبروك تسلمي بس محتاج مساعدك تفضل ابني قل لي شو بدك؟ أنا بدي أدم وجبات أكل بالقوارب أنت ممكن تي ناوي تطوري شغلك هاد؟ شو رأيك نشتغل مع بعض؟ وهيك بتطوري شغلكم؟ ما بعرف منقدر ننجح بهالشي يا ترى؟ خلينا نسألها زال رح أجب لك طلبك أهلين وسهلين كينا أهلين فيك تكت بالتقرير وبتبعتي ليها بسرعة حاضر شكراً ما عم سدى عيوني مين عم شوف هون؟ ليش تعبتي حالك بالجاية على الشركة؟ فورال كنت بالاستراحة الاستراحة خلصت من زمان يا خنف المفروض تتركي اللاعي مع رفقاتك لغبيات وترجعي على شغلك بسرعة واساساً ما أنا شايف إنه إليك أي فائدة بهالشركة بس عم تتنقلي بين المكاتب بكل غباء أنت طلبتني سينان؟ هي آه رح نقضي هالليلة سوا ماشي؟ ماشي طيب شو الخطة؟ رح أخذك على مكان لوين؟ كيف بدي يقولها؟ يعني مكان كتير حلو بس يعني مو زبطة نروح بهدول الأواعي فين يروح غيرهم؟ ما في داعي بنوبي برو أنت كتير حلوة شو ما لبست بيلبقلك؟ سينان يلا قللي لوين بدك تأخذني؟ ما رح قول شي هلأ بنوب مفاجأة هالخبر كتير رائع فرحت مشانك والله وأنا لساتني ما عم بقدر سدي لأنه رح اشتغل شغل متعلق بالبحر كل شي صار فجأة أكيد رح تنجح مظبوط أنت رح تنجح لأنه هذا الشغل اللي بتحبه مثل ما قلت أنا بدي سلمكم موضوع الأكل وأساساً ما بعرف حدا بساوية أفضل منكم أنتو مو مشكلة بنعملة وحتى منجهز قائمة خاصة بقواربك مو هيك أمي؟ مظبوط بنتي رح نكون فريق رائع مع بعض أنا متأكد وأخيرة أرجعت للمكان اللي بنتي ميلو هلأ كل شي رح يبلش من الصفر إيه؟ شو ما رح تقلي لوين بدنا نروح سينان؟ مو قلت لك مفاجأة؟ أنا بموت بالمفاجأات طيب استني شوي بس كتير متحمسة لأعرف المفاجأة بالحقيقة صح أني قلت لك بموت بالمفاجأات بس بتصدق أنه لليوم ما حدا ساوا لي مفاجأة حلوة؟ طبعاً لأنه كل حياتي كانت مفاجأات سيئة ومو حلوة ما حدا حاول يساوي شي مشاني لحتى يفرحني كل شي إلو بداية أنا هون مشانك شو ليش أنت لحالك؟ سينان عنده شغل سينان عنده شغل؟ رجال ما عنده صلاحية لا يوقع حتى على ورقة بالشركة شو عنده شغل بهذا الوقت؟ ما بعرف ما عطاني أي تفاصيل إذا بتلاقي لي رجال بيعطي تفاصيل لمرته ساعتها رح سجل الشركة باسمك فرال شو يلي بدك تقوله؟ احكي بوضوح ليش اللي عم قوله ما بيكفي لها تفهمي؟ رح وضح لك بلأ قلت أداب قولي لزوجك ملالي صحتينه هنا سينان أنا ما عم بقدر صدق كيف يعني هذا البيت لقي لي هلأ؟ قلتلك الأيام الحلوة رح تجي لك أنت شو من بين الرجال؟ شو أنا يا ترى؟ أنت الرجال الوحيد اللي بقدر قل له ياريتك طلعت قدامي من قبل عجبتك المفاجأة؟ عجبتني وبس والله أنا هلأ أسعد إنساني بالدنيا طبعا لأني جنبك سينان ولأني بعرف أنك عم تفكر فيني حبيبة قلبي بترجعك يا خالتي ديري بالك على أغراضك حرامية البيت عم تصبل لك الشاي صحيح شو صار معكم؟ يا ترى اتفقتوا مع كينان؟ ايه اتفقنا بابا عم نفكر نساوي له وجبات متنوعة خاصة فيه نوما نقدمه بمكان تاني ايه هالفكرة حلوة؟ وأنا طلعت كتير وصفات من الإنترنت وهلأ رح ضيف المقبلات اللي بعرفها كتير عاجب الموضوع كتير اليوم رح روح لعند كينان وقل له ع أفكاري وبس مع رأيه وكمان بشوف القوارب بس اليوم كينان بدي يروح على قونيا لحتى يشوف أخوه عن جد؟ بسيطة مو مشكلة بنو معناته فين يروح بغير يوم لسه سينان ما فاء؟ استني لا تقولي أنا بحزر أو يمكن ما أجن بارح مو عم يشتغل إضافي يمكن غفل وهو عم يشتغل هو نايم عن جد؟ ايه طبعا يالي ما بيجي لوش الصبح رح يظل نايم للظهر كأنه ما عنده شي يشتغله وبعدين بيجي لعندي وبيقول ليش ما بتعطيني صلاحياتي أصلا الحق علي اللي أعطاك ياهم من الأول خليه يروح يسهر بالبيوت بحجة إنه عنده اجتماعات انت شو عم تقول؟ عم قول إنه شغل الليل بلش يزداد كتير هالفترة وانت خليكي مصدقتي اه 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 كول انت أنا ما عاد إلي نفس والله؟ وانت لما رحتي مفتحة نفسي طيبة الزيتون تعال رزيز والله كلي لشوف فكرت بكل شي بس والمرة فكرت إنك رح تطعميني بإيدك يا عيني شو الغريب أنت تحسني وأنا رح تعميكي بإيدي كل يوم لا تخفي بدك يعني اسمان يعني هلأ لا تتدلالي علي يلا أصلا أنت نحيفة كتير متحمسة لأنك رح تطلعي اليوم كتير حاسة كأني ولدت من جديد أرماك أنا اليوم رح روح زور أخي بالسجن بدي روح على قونيا وأرجع لهيك يمكن ما لحق وقت طلعتك بس رح أعمل كل جهدي إني لحق وما أتأخر بوعدك في شي مشكلة؟ لا أبدا لا بس صوته ما عجبني كتير على الموبايل ولسوق الحظ اليوم لاتدبرت لزيارة لا تواخذيني أنت لا تقلق علي أنا منيحة أنت كون جنب أخوك تمام تمام مريضتنا عم تتعافى صرت أحسن بكتير؟ كتير حلو هالخبر بس رح نكون حزيرين أكتر ونهتم بحالنا منيح طبعاً رح أهتم بحالي لأنه بدي يصير أم وبدي أحضن ابني بإيديه لسه الوقت بكير لهالحكي بالأول لازم تتعافي على الأخير أنا بدي أشفى مع ابني شوفته اهتمامي فيه رح يكون مثل الدواء ستة أرماك فكرة تكون عندك طفل هلأ يمكن يحرك مرضك أنت مريتي بفترة حريجة كتير صحتك هلأ أهم؟ أصدق ما فيني يجيب ولد يعني؟ لا بس عمقول أن الحمل بهالفترة رح يكون خطر عليكي بالإضافة فيه إدوية لازم تاخدية وهي ممكن تعمل أضرار خطيرة بفترة الحمل وطبعاً إذا ما أخدت إدويتك فممكن ترجعت سوق حالتك لا تضايق حالي شوفي رح تطلع اليوم بلا ما تخلي شي عكرك هلأ يلا لسا الوقت بكير كتير على هالحكي نحكي فيه بعدين ماشي؟ تفضل صحة وهنا يسلموا إيديكي عزبتك لا عزاب شو إن شاء الله ألف صحة ست ميلوش ميلوش فهمتها بس شو هاي ست؟ قللي ميلوش ما صار مشكلة مو هيك؟ عملت كتير شغلات بدون تركيز لا شو هلحكي بصير هيك شغلات لا تعكلهم لا تحطي بالك وأنا عملت شغلات غبية وبدون تركيز ما علينا هلأ مرأت على خير مرأت مو هيك؟ طيب أنا عن إذنك هلأ 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 وين؟ ما أكلت فطيرتك؟ باكلها بالطريق شو قال الشاعر؟ شو قال؟ لا تتعيب حالك عالطرقات أنت تعال هون بكل الأوقات طيب يسلموا إذنك يا عموماً سمعتي شو قال الدكتور؟ قال خلي كل شي لوقتو شو قالو معنا عم تفكري بهالشي من هلأ وعم تتعبي حالك؟ حاجة تعملي هيك؟ كينان، الدكتور ما قال خلي كل شي لوقتو قال ما فيكي تحبلي ولا حتى يكون عندك ولد سمعته أرماك، أنت رجعتي من الموت لا تكوني مستعجلة كينان، أنا ما بعرف شو رح يصير معي بكرة بعد كل الأحداث اللي صارت معي برأيك مو شي طبيعي يكون مستعجلة هيك؟ يمكن أيامي بها الحياة قليلة أنا طيب أنا بدي أترك قطع مني بها الحياة مو من حقي يعني ولا شو؟ ايه من حقي، بس لسه قدامنا عمر طويل شبكي وبالك ما كان؟ شو عرفك إنه هالمرض ما رح يتكرر مرة تاني؟ لا تقولي هيك طالما ما فيني أعطيك ولد، فشو إله معنا زواجنا؟ أنا بدي أعمل عيلك ينان شو بك حبيبتي؟ ليش عم تبكي؟ انت يلي بكيت أختي مو هيك؟ ها؟ عم أحكي معك رد؟ خليت البنت تبكي قبل ما تطلع من المشفى؟ شوف والله إذا بترجع بتزعي الأختي لأمحيك عن وش الأرض لا تصريخ بلى هالتصرف من عند الصبح قدام أختك شو هالأسلوب ها؟ اصحى على حالك بقى شو 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 شو؟ صياد السمك صار يعرف يحكي؟ شفنا مستواك قبل ما ترتبت بأرماك أخي بكفي بكفي لو سمحت كينان ما عمل لي شي بعدين هو ما بيزعلني كنا عم نحكي بموضوع خاص وتأثرت لا تدخل رجاءً هدي حالك زاهر ليلتك كانت متعبة لحتى تأخرت بالفاقة هالقد لا تبلشي من عند هالصبح ديفنا لا تواخذني بس طالما رجعت عالبيت بهالوقت رح بلش وين كنت مبارح؟ قلتلك كان عندي شغل بعدين طلعت شفت رفقاتي مين هدول رفقاتك؟ انت بتعرفي اني عم نربي فترة صعبة وعم كون متوتر كتير بدل ما توقفي جنبي وتكوني عم تدعميني عم تدقيق على طلعة والفوتة سينان شوف انا مرتك حتى بيحق لي حاسبك إنتي الشيء الوحدة اللي مديق انيك ما حصلت عشية اللي بدك يا إذا تكرر هالشي رح خليك تندم ما كان يمدم أكثر من هيك يا ethnicity إذا تكرر هالشي رح خليك تندم طيب بعرف انا غلطت بس كمان انتو استنفرتو كتير مشان بنت عرفتوه من ثلاث ايام انتي من طرف وهازالو عزيز من طرف تاني شو عم بصير ملاك مشان الله مين هي ميلوش عمتي انتي اتهمتي البنت بالسرقة يعني فكرة الموضوع سهل وبتعرفي هالبنت قديش مهمة عند عزيز من شان اخوها رفعات هي امانة عنا شو نعمل انخون الامانة يعني استغفر الله لأ ما عم بقلك انخونا اكيد مو هيك بس شوفي بعرف صار غلط بس بالاخير انا مرة كبيرة بعدين كله سوء تفاهم ايه طيب لك عن طيب سكري عالموضوع ولا عد تضغطي عالبنت اكتر من هيك ماشي؟ ماشي الله يلعني اذا رح افتحت امي كتير منيح اتفقنا لكان وين هازال؟ الحاسي حالة ممنحة اليوم ما رح تجي عالشغل خير شو شبهة؟ انا بعرف شبهة بس ولا شي هيك لكان ماشي يا كينان الزفد لك كل البنات اللي بحياتي بيحبون صياد السمك بالاول هازال وهلق ارماك هازال رح يتمني بس ما رح اعطيك ارماك ما عندي غير هالاخت الوحيدة بهالدنيا صدقني رح ضل اهتم فيها لحتى تنسى وجودك ايه؟ ميلوش المشهورة حضرت لك زي زفون تفضلي يسلموا ايديك كتير طيبة صحة وهنا خير ليش مردتي هازال؟ ما بعرف حاسي حالي مو كتير منيحة بس الصباح ما كان فيك شي شو صار لحتى تعبتي؟ يعني مخنوقة شوي بعرف مني هذا الشعور وانا كمان يا مختنقت حتى قلبي كان رح يوقف صدقيني لا؟ ايه؟ كان عندي حبيب طيار بس طلع متزوج عن جد؟ امم ما بعرف انه لكل قبطان حبيبة بكل ميناء بس ما كانت بعرف انه لكل طيار حبيبة بكل مطار بنوم متزوج وكان عنده حبيبة هالحقير طبعا انا بعد ما عرفت فقدت حقلي وختنقت كتير وطبعا قضيت فترة صعبة لحتى نسيته زعلتيني كتير ميلوش وبعد ما حاولت تحبي مرة تانية لا يا عبنة ليش بدي حب؟ عرفت حظي مع الطيار نخيلك شو بدي بالحب؟ شربي هلأ هزاي زفون وبعدين بدي أعمل لك قهوة ماشي طالما ما فيني أعطيك ولد فشوئله معنا زواجنا أنا بدي أعمل عيلك ينا شو شبك؟ كانو في كلام بيتمك بدك تقولي؟ شو بتعرف؟ بعرف شغلاتك كتير يا دفنة إذا في شي خاص بدك تسأليني عنه فاتفضلي لا أعرف كيف ساعدك فرال فهمان عن شو عم أسأل الشي اللي حكيته عن سيناني مظبوط؟ ما بدك تجاوبني؟ أنا ما بحكي ع الفاضي دفنة وغير هيك لو مو متأكد ما بحكي الشي أبدا يعني عنده علاقة؟ مع إيبرو؟ لكي أنا طلع من تمي يسم إيبرو شي؟ لا بس عارفي إنه ما في حدا بالدنيا ما بيقدر يستغني يلي بترميه بيجي حدا تاني بياخده وأنتي بتظلي هيك ما نكفهماني إيلي صار ركدي يلا ركد 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 روحي وحاسبي زوجيك شو مفكرة حالك عم تعملي؟ أنتي شو مفكرة حالك عم تعملي؟ ما بتخجلي من حالك عم تنامي مع رجال متزوج؟ أنتي شو عم تخبصي؟ ولسه عم تحكي كمان؟ ما بتخجلي أبدا أعرفت شو عملي؟ خلاص بعدي عني تعي لهون الفلف بعدي عن زوجي بعدي عني؟ لا باتك ولا لا؟ ديفنا ترتينة خلاص بعدي عننا تركني طلعي لبرا أنا بفرجيكي امشي والله لا تندمي امشي ديفنا عم تسمعيني؟ رح خليكي تندمي رح انهيكي رح انهيكي ديفنا تعالي رح انهيكي طلعي الله يلعن اليوم يلي فت فيه على حياتنا شفتوا يا حرام شو صار فيها؟ هلأ أعرفنا من وين اجت السيارة معليم لازم تجي خير ان شاء الله حافز إيبرو والسد ديفنا علقوا مع بعضهم وكل الشركة تجمعوا عليهم شو صيري؟ إيبرو عنده علاقة مع سينان هيك عم بيقولوا شو مفكرة حالة بنت الحي هالوقحة؟ تركني انت التاني شو هاد يلي عم تعملي؟ جناتي؟ جنات؟ ايه جنات؟ هي رغم اني حزرتك كذا مرة سكتي بقى هذا مكان شغل ما بيصير تعملي هالشي؟ بله عن جد؟ ما رح اسمح لك تشوهي سمعة الشركة فهمتي أصدك انت يلي شوهت سمعة الشركة نفكر انه إيبرو بتطلع فيك لو ما معك مصاري؟ تيفنا وطي صوتك لو ما معك مصاري ليش تطلع فيك؟ واحد مثلك ما له فائدة شو بدا منك؟ شغل عقلك شغله يا غبي طلعي لبرة لأنه البنت هي حكيت معك كلمتين حلوين فكرت حالك رجال مو هيك؟ انقلعي طلعي لبرة ما حتبدي شوفه الشيك مرة تانية هذا الزواج انتهى رح نشوف شو ياللي انتهى رح خليك تندم سنان رح ندمك هازال انت منيحة؟ نيحة أمي أنا وميلوش طالعين لبرة أه انت موك انت مريضة؟ حاسة صرت أحسن أمي لوين بتكون تروحوا؟ ما بعرف رح نتمشى شوي طيب بنتي ديروا بالكن عحالكن ماشي لا تقلقي عنجد مرحلة الشباب كتير حلوة لما يكون في مشوار لا بيضل مرض ولا شي تاني هازال أخدت ميلوش وطلعوا يتمشوا ايه لازمة تمشايا شو عمتي رجعنا؟ لا ما رجعنا بس هالبنت صارت الكل بالكل ملاحظة؟ عمتي انت مو من شوي كنتي ندماني لأنك ظلمتي البنت؟ بنتي هداك موضوع وهذا موضوع تاني تمام البنت مو سرقة بس يمكن عندها أمور تانية خلاص ما بدي أحكي بشي عمتي؟ خلاص ماشي ملك ماشي سكتت رح اسكت بس لا تجي بعدين وتبكي قدامي بعدين هازال بحاجة تطلع من البيت وتغير جو شو بدت تعمل تضل قاعدة طول الوقت وتفكر بكي نان؟ بدل ما تطلع مع هالبنت تضل قاعدة بالبيت أحسن عمتي قالوا مرحبا أخدت رقمك من رفيقتي بدي أحصل على نفس الخدمة بس وضعي مستعجل شوي تمام أنا رح أبعث كل المعلومات برسالة وببعث الدفعة فورا انت بلش بالشغل اشتركوا في القناة اي برو أنا بعتذر كتير لا تدعي اي ماشي انت اللي شو عم تعتذر مني شو عملت كل ياللي صار كان بسبب أنا سينانا أنا ما ليزعلاني منك أبدا أنا حبيتك واخترتك إذا كان في حدا غلطان فهو اتنيناتنا أنا بحس حالي كتير محظوظ لأني مع مرة متفهمة مثلك خليكي جنبي تأكد أني رح ضل جنبك على طول رح أنفصل عن ديفنا بأسرع وقت إذا إذا هالشي بسببي لا 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 مو بسببك أصلا زواجنا كان منتهي إي برو أنت مالك علاءة رح كون حر أخيرا رح نكون مع بعضنا دائما كل العمر هلو كينان قدرت تشوفه لأخوك شفته خال شو الأخبار إن شاء الله ما في شي مشكلة والله صوته على الموبايل ما عجبني كتير بس لما شفته كان منيح طبعا بيكون بلش يتعود على الوضع مع الوقت بيكون أحسن مع أني ما بعرف كيف بيتعودوا على هالمكان بس مع نوياته كانت منيحة المهم خال أنا هلأ بيقوني بطريقي على المطار بتعرف رح نطالع عرماك اليوم طيب ماشي ما رح أشغلك طب مني شو بيصير معك يلا مع السلامة ماشي خال سلام قديش بدنا لنوصل شي عشر دعاية أخي ماشي تعي بنتي ميلوش شو اشتقت لنا وما تحملت لهيك رجعت ايه والله ما اتحملت لهيك رجعت هشوفيها المجنونة ما بعرف على شو بدي اشتقلكون اذا ما اشتقتي شو عم تعملي هون ولا قلعوك من المكان يلي رحتي عليه لا تحسديني خالة فكرية ما بعرف شو بدي ايلك بس مكان مع رحة كتير حبوني فهمتي؟ هاهههههههههههههههه اجيتي لعند نورتان شوفي كيف عرفت ايه اجيت لعندها لتشوفها لرفيتي ونسمع شو راح تقول ايه كتير منيح يلا سلام يلا باي شوفي شوفي هلأ الغيبة والنميمة راح تكون كلها عني عالي نعم سيد فورال ايه تمام جاهزت كل شي ايه كل شي جاهز طيب حاضر هلأ اهتم بأرماك راح يخنو الكل باهتمامه راح تهزال اجت أرماك ما راح اخلص من هالبيت باي شكل وهلأ بشرط انه نوافع على المبادئ اللي حططها المؤسسة السنة الماضي يعطيكم العافية سادزة شو عزيز توبرك سمعت انفصل معاونك بالشغل زلت عليه ليش لا ازعال يعمل اللي بده ياه بعيد عنه صح شو بده يعمل صياد السماء كله التساؤل عن حياة الناس اللي ما بتحبه معاكس للقانون طبعا انت ما بتعرف بهالأمور اه فهمت عليك راح يشتغل بالأعمال السرية متوقع الشي اذا خلص التحقيق لنرجع على شغلنا سجلت ملاحصتين بحصوص الاستثمارات الاخيرة عم اسمعك في شي مشكلة ايه المشكلة يا عزيز توبرك ممكن يكون اخي كتير بيحب انه يبرر لك بس طالما هلأ نحن بالاجتماع فرح يتم التبرير الي ماشي لهيك ما في داعي تحاول تلعب دور المدير ليك فوران ممكن تكون خوفت كل اللي بالشركة بسبب تصرفاتك المجنونة بس انا مو مثل الباقيين وشي تاني كمان انا ماني مجمور اتهون معك ابدا لهيك قلة الاحترام ما راح قابله انا ما بجاوبك باسلوبك وبجاوبك باسلوبي وهذا الشي اللي بتستحقه لهيك اذا ما بدك تضايق حالك فانتبه على تصرفاتك المية لا تجبرني اعمل شغلات ما بدي اياها ومن بعد اليوم انا داخل الشركة وعلى رأسها في شي اقراض لنرجع على شغله ايه يا اساتي عملنا بعض الدراسات عن الامكانية بخصوص الاستثمارات الجديدة في رجال جسمه طويل وعيونه حلوة كينان اه كينان كان الاسم عالساني هذا الرجال بيحبك كتير وانتي كمان بتحبيه كتير بس في عائق بيناتكن هذا الرجال مرتبط متزوج بس قدركم مكتوب مع بعض عن جد انتو رح تجتمعوا يا بنتي عن جد امتا لسه في وقت منيح لسه في محنتين رح تتجاوزوا ونسوا ان شاء الله ما في موت لا بسم الله لا ما في موت اف الحمد الله وفي وراك رجال تاني بعدي عن هذا الرجال هات فورال اساسا بكرهه كتير هذا الرجال ناوي لك الشر عم يحاول يعكر حياتكن بس ما رح ينجح بهالشي ما في داعي ينجح اصلا اللي عمله لهلأ بكفي انتي استني كينان هذا الرجال رح يصير زوجك اذا ما اتزوجته انا رح اترك هالمصلحة رح يتزوجه انا مو قلت لك استنينا برا ايه هزال شو شاطرة شاطرة والله شو يعني شاطرة الليل ما عرفت عنك يا محتالي عرفتي كتير ما خليت حدا ما زوجتني يا وشو فيني لساعتني ايد من ورا وايد من قدام شو اعمل اذا انت غبية خليتي كل الرجال يهربوا عندي مشكلة بالارطباط يا حلوة والله عندك مشاكل كتيرة كمان ما رح اقوله هلا قدام رفقتك اه هايك لكان شفت هالرجال قاعد بشركتنا وعم يهددنا كمان مين هاد واحد ما بيعرف يحكي ايجا يتحكم ادام الناس فينا ليش ما قالت هيك بالاجتماع صوتك ما طلع ابدا شو كان بدي يحكي ادام الناس فرال انت من ايه متصرت تحتم بالناس التانين شو بدك تقول يعني انا خايف من عزيز اصلا لازم تخاف من عزيز ولك انت شو عم تقول انا ما خفت ولا بخاف من حدا خاف من عزيز اليوم ورجانا كلنا انه ما نولقمي سهلي ابدا هلأ بعرف انه ما بيحكي بشكل لائق بس واضح انه حرق ارجال كتير من قبل بطفولتك كنت هيك تخاف من بابا لما كان يصرخ كنت تخبه بسرعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ديفنا اليوم ضربت البنت معقول هالحكي وايه برو كيف عملت هالشي ما بعرف يا حبيبتي هي بشر والبشر بيغلطوا زحالتني يا الله هالبنت صارت هيك بسبب هالحقير خليل يلي صار صار ما فيك تغيري شيء لا تضايق حالك عزيز انت تقدر تلاقي لي عنوان بيت ايه بروح؟ بلاقي خليني يروح احكي معا ما بعرف يمكن تسمعني طيب روحي واحكي معا بس ما اني مقتنع بهالشي هالبنت عنيدة كتير؟ معلش لو هيك قلبي ما عم بيطاوعني هالبنت تضلح حالة صياد السمك شو كنت مشغول كتير؟ ها؟ طالعنا مرتك من المشفى وحضرتك ما شرفت انت ما دخلك لا تحشر حالك بمواضيع ما بتعنيك كيف يعني ما بتعنيني؟ انا المسؤول عن ارماك وله بوجودي ما بيحقلك تتدخل بشي ابدا وهلأ بلك ترحكي اذا بتزعله لا تلوم الا حالك هون ما في غير شخص عم يزعل الكل وهو انت لهيك بلأ لعيب ولا تعمل حالك مهتم باختك حاجة خبس يا ترى رح تضل عم تحكي بهالطريقة بعد ما تعرف ارماك انه اخوك هو اللي قاتل امه لنشوف وقتا مين اللي بده يزعل المين هذا هو اكبر فرق بيني وبينك بينما انت بتحاول تخبي الحقيقة انا بحاول اولى باول فرصة بتصحلي لا تتفلسفه احكي بصراحة ارماك بتعرف كل شي قلتل لو خبرت عن كل شي بتعرف انه اخي لك شو صاير معون هدول ليش كبران راسون هيك الصبح عزيزو هلا هاد شو ما عاد شفنا كينان ام اليوم طلعت ارماك من المشفى كان رح يرجع من قونيا بسرعة مش عن يلحقه هذا اخر حديث بيناتنا يلا ان شاء الله خير لو تشوفي اليوم السيد فورال حاول يتعال علي بابا حاول لا تحكي معه صرف كأنه مو موجود انتبه عزيز وانتو ليش كتير خايفين من هالرجال ما بعرف شو يلي بيقدر يعملوا يعني طالما انا معكم ما فيه يعمل شي سمعتو كام كلمة وقعد حلال عليك اخي عزيز كيف يعني شو عملت بابا ما عملت شي يا بنتي لا تخافي انا ما قمت وكسرت له راسه ابوكي بيعرف حق المعرفة كيف بيحكي مع عمثاله عزيز شو عملت لا تخافه ما عملت شي سمعتو كام كلمة وبهدلته وهو فهم علي منيح خاف وقعد ما عم صدق انك خوافت فورال بابا بنتي المجنون لما بيشوف المجنون بيتخبى اخي عزيز في مثل تاني كمان يلي ما بيخاف من الله خاف منه ايه 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 ايا بنتي ممكن لا توغزيني ما لحقت طلعتك صراحة ما تأخرت بالطيارة من كونيا بس علقت بزحمة سير ايه طيب شو صار اذا ما لحقت انت هلا جنبي ما في مشكلة كينان انا ما بدي بععد عنك بدي اعود كل الايام يلي خسرناها بترجعك خليك جنبي شوفي حياتي انا ما بدي زعلك صدقيني بس لا تطلبي مني عيشت حد سقف واحد مع فورال بعرف اخي شخص صعب اخوكي موشخص صعب وبس هو اكتر من هيك حبه مو طبيعي بده يتملك كل شي وغير هيك بيستمتع باهانة كل الناس اللي حواليه هو مهتم كتير هلا بسبب مرضي مهروس زيادة عن اللزوم حسي بهالشي ارماك بوعدك رحل موضوع البيت باقرب وقت ماشي وبعدها رح ننتقل على بيتنا ورح نقسس حياتنا الخاصة كمان انتي لا تقلقي بس اصبري شوي تفعنا شكرا كتير 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 صباح الخير ديفنا شوفي أنا كنت جاد بي اللي قلتم بارح لهيك ما في داعي نطول بالموضوع نحنا ما عم نقدر نتفاهم فخلينا نبلش بإجراءات الطلاق بأسرع وقت برأيي بلا ما نجرح بعضنا أكتر من هيك وشو بدك يعني أعمل هلأ ضب غراضي أطلع من البيت غصبا عني مو أنتو بتحبوا كتير تعطوا تعليمات عائلية لهيك عم أسألك بس أنا ما عم قللك روحي هلأ فورا عم قللك بصراحة أنه زواجنا ما رح يستمر بس هيك معناته وأنا رح أحكي معك بصراحة يا زوجي الحبيب ما فيك تتخلص مني بسهولة ما رح أترك الساحة لأيبرو وكمان الطلاق ما رح يكون سهل وسريع متلم ومتخيل رح تدفع التمن ملاك حاولي تتفهميها ماشي؟ يعني بنت صبية وغلطة لا تضغطي عليها عزيز لا تقلق بعرف شو رح أحكي لا يعني أنا لحلأ ما فهمت شو بده ياخدك لعند إيبرو بعد كل اللي يصار بنتي إيبرو كبرت على إيدي شو أعمل يعني اتركها لتدهور حياتها؟ ما عنده حدا فوق راسا ينصحها لا أمي أنتي قلبك طيب كتير معلش خليني روح وشوفها بلا ما تحس إنه ما عنده حدا وين ساكني هلأ؟ استأجرت بيت صغير حافظ رح ياخدك قدر ياخد عنوان بيتها من شوفير سينان طيب يلا رح روح بشوفكن أمي رح قللك مرة تانية ديري بالك لو سمحتي بنتي أنتي لا تقلقي حبيبتي ماشي يلا مع السلامة إيه؟ فيني أشرف فنجان قهوة من إيدين بنتي الحلوة؟ طبعا فورا يلا أهلا وسهلا الحمد لله تمام شو الأخبار؟ مه؟ كيف؟ كيف يعني ما فمت؟ ماذا؟ 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 حمد للوصول أكثر 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 صباح الخير حبيبي نطرتك على فطور لا تتأخر يعني حتى وأنا بالبيت رح تعاملوني إني مريضة اصبري شوي حبيبتي تمام بس لقيمت رح ضل عم اصبر ملات كتير يلا ما ضل كتير بعدين انت بن شجاعة وقوية وما لازم تتعبين ولا تستسلمين خذي لجوع صباح الخير يا حلوة صباح النور أخي نمت منيح والله اشتقت لتختي كتير نمت مثل الأطفال أهليك ينان أهلي يلا كم لأكل صباح الخير صحوهنا سينان لازم نطلع بسرعة عنا شغل شو هالشغل عم قلك يلا بسرعة يلا كلي هلا شو جابك لهون مرحبا فيني فوت لجوع شو بدك أحكي من هون رح أحكي معك شوي وروح ما رح أخذ من وقتك حلو بيتك تتهني فيه ايه بعرف تفضلي تفوتي بالموضوع أنا أجيت من شانك مشاني والسبب ايه برو أنا سمعت شوية إشاعات عنك وبتعرفي أنت مثل بنتي واجبي إنصحك ووقف جنبك وقلت إذا بدك تسمعيني ولا ما رح تسمعيني هذا بيرجع لك طيب عم بسمعك قولي بنتي أنت لساتك صغيرة الأغلاط اللي عم تعامليها اليوم رح تأثر عليك بعدين لا تجيب الكلام لحالك وتلتقي مع رجال متزوج عفوا بس أنت ما بتفرقي عني كتير أنت كمان ساكنة ببيت الرجال الغني من دون زواج أو أي شي لأ وغير هيك كمان عم تستفدي من كل شي عنده وهلأ جاي وعم تعطيني حكم ومواعز هاي منافس هي خلاص بقى لو ما عزيز أعطى المصاري لبابا مشاني طلقك كنتي رح تضلي تحبيه بالسر يا ترى شو قلتي؟ آه ما كان عندك علم بهالشي يعني حبيبك الغني ما قالك أنه اشتراكي من زوجك؟ ليش يا ترى؟ طالما هلأ نحن عم نعطي نصائح لبعضنا برأيي روحي دوري لك على رجال ما بيكذب عليكي أنا ما عم بقدر أفهم كيف بيصير هيك شي وخاصة بعد ما مركل هالوقت فورال وأنا كمان ما فهمت لنشوف شو رح يطلع لنا ألأ ألو أنت وين حبيبي أنا عم بستنك؟ كيفك أخي؟ قلت لي أخوك؟ في حدا جمك ما؟ أنا بصراحة بدي أتأخر شوي طلعت لي شغلة مهمة سينان؟ شو صار حبيبي شغلت اللي بالي عليك؟ آآ ما بعرف شو بدي أقول لك مارك صار تطور بخصوص جريمة قتل أمي آآ كيف يعني؟ هادي اللي عرفناه أخي جانا بلاغ جديد عن الجريمة في شاهد عم يقول إنه يلي ارتكب الجريمة مرأ أخي أنا بحكي معك بعدين يلا بشوفك أنت بدك أخولك ينان الكلب يطلع من الحبس متل عزيز توبراك؟ كيف هيك؟ مين؟ كيف مين؟ يلعن هالحظ؟ من وين طلع لي هالشاهد هلأ؟ بالوقت اللي كل شي عم بصير منيح عزيز أنت كيف تخبي عني هيك شي؟ أنت الإنسان الوحيد اللي مستحيل يكذب علي أنت اشتريتني بعد ما عطيت لخليلي اللي بدويا؟ كيف عملتها كيف؟ طالما أنت عملتها ليش لحتى تخبي عني؟ ملات؟ أهلين وسهلين بنتي أهلين وسهلين أمي شو صار يا ترى؟ هي هي راحت لعند إي برو الله أحلم بأي حالة شافتها بالنهاية البنت كبرت على إيديها قلت لها لا تروح لعندها بس ما سمعتني اسبروا عليها خلوها تعد لحالة نتهدى شوي بلا ما نضايقها يا ترى بطلع لعندها؟ ما في دعيها زال أنت شايفت يا معصبة؟ أنت ما بتعرف إي برو ما بيطلع من تمه شي منيح أكيد زعلت أمي إي برو روح قلبها تزعلت تانين أنا برأيي ما نسأوي شي هلأ بعدين أنا بطلع لعندها تركوها ديفنا أرماك نامت أنا طالع إذا صار أي شي ممكن تتصليفيني؟ طبعاً شكراً كينان أنت عندك علم باللي صار؟ خير شو صار؟ تصلوا من المخفر قال حدا قدم بلاغ بخصوص قتل جينان خانهم وعم يقول إنه شاف القاتل متأكدة؟ أه؟ والله فوراً لسنان راحوا بسرعة على المخفر طيب هن قالوا لك شي مين قدم البلغ؟ طبيعي ما يخبروني بالتفاصيل تعرف ما بيعتبروني من العالة إذا حدا شاف الجريمة أخي بينفوت شكراً ديفنا لا عافو ملك شبك أنت منيحة؟ لا أماني منيحة طب طالما البنت راح تضايق لا عاد تروحي اللي عندها صبية ووعية بتدبر أمورها مو إيبرو اللي ضايقتني انت وأنا شو ساويت يا ترى؟ كذبت علي معقولة أعرف من إيبرو ما فهمت عن شو عم تحكي؟ انت عطيت مصاري لخليل؟ انت عطيت مصاري لخليل من شاني وافق على الطلاق؟ وأنا صدقتك عزيز وكتير وسقت فيك اعتبرتك جبل بقدر إسنة ظهري عليه شلون بتساوي هيك شي؟ كيف بتعطي مصاري لخليل؟ وكأنك عم تشتريني من دون ما تخبرني يا ملاكي الموضوع مو هيك بس جعوبني على سؤالي عطيت مصاري لخليل ولا لا؟ عطيته هذا الجواب يكفي بس كان عندي سبب لعطي كان لازم طلع هالطماع من حياتنا أنا مستعد تساوي أي شي مشان ساعدتنا بس على القليلة كان مفروض تخبرني عزيز لو خبرتك بدك اتعارضي وأنا هيك حليت القصة من الزورة لكن بها الطريقة بتحلة من جزورة؟ ما كنت متوقعت منك خيبت لي أملي ملاك لا تساوي هيك عزيز لو سمحت روح ولا تقول أي شي وإلا رحقول كلام ممكن يزعجك فاتركني لحالي شوي أنت بتعارفيني من هي حدش أنا بحبك صار لسنين طويلة عم مستنى لحتى نلتقي الموضوع مو هيك من شان الله فهمني يا عزيز الموضوع مو هيك وأنا حبيتك ورح ضل حبك بس الموضوع مو هيك ماشي بلا ما نطول الموضوع شو؟ لا أول قاتل الحقيقي لا تتحمس يا صياد السمك أخي أحمد بري وأنا بعرف ما بيقدر يأزي نملي في احتمال أنه البلاغ يكون مو صحيح فخبر أخوك اللي ما بيقدر يأزي نملي شو؟ اتصل الرجال لهجته غريبة قال أنه بنت صبية يلي ارتكبت الجريمة كتير مني مفكر لو صبية هاي البساطة؟ عشرات البلاغات الغلطة بتجي على مركز الأمن يوميا بس قال رح يلاحق الموضوع صحيح رح يلاحق الموضوع بس بهلوقات أخوك المعاقو يلي بنص عائل رح يضل بالحبس وحتى ممكن أنه يتعفن فيه امشي سنان بابا أمي منيحة ايه منيحة منيحة طيب شو مدايقة؟ ايه برو ضيقتها شي؟ لا بس صارت شوية سوء تفاهم امي انتي منيحة هلأ؟ بنتي؟ بصراحة بدنا نخبرك بشي ايه؟ عمي عزيز كنت عم اسمع كنا من المطبخ بس ما عد قدر تحمل شو رح يصير؟ لا تقولوا إنه بتكونتم في صلوه نحنا أخدنا قرار نحنا بدنا نتزوج شو؟ رح نتزوج عائلي ايه؟ ايه؟ عشوي كان رح يوقف قلبي افتيت عمي عزيز إن شاء الله ألف مبروك فأخيرا يا أمي عزيز ألف مبروك إن شاء الله شكرا ميلوش عقبالك عزيز وأنا مبسوطة رح نمتر عرس أمي وأبي مبروك مين عالباب؟ مين عالباب؟ عدا إيبروك مين عالباب؟ عالباب؟ مين عالباب؟ ايه برو؟ انتي خفتي من شي؟ شو صاير؟ ها؟ وشك مخطوف لونه لا تكوني مريضة ايه برو؟ لا بس انا كتير انبسطت اني شفتك سينان وانا يا حبيبتي وانا ايه خال؟ الو انت منيح ابني؟ ايه انا منيح وانت كيفاك؟ يلا تعال خلينا ناكل سوا بس انا بالقارب بدي ضل هون الليلي وبصراحة ماني جوعان ابدا لاني تعشيت مع ارماك كمان كتير شتقت اني ضل بالبحر ابني صوتك مانو منيح اذا بتحب انا بيجي لعندك لا يا خال انا منيح كينان كينان سمع الموضوع اللي حكينا فيه اذا انت كنت عم تفكر بالبلاغ اللي اجاه ما كتير تفكر فيه بلكي كان صحيح ها؟ بلكي حدا عن جد شاف اللي ارتكى بالجريمة سمع مني شو بدي اقولك انا بهالعمر قابلت كتير مرضى نفسيين واكيد في حدا من اعداء عائلة ديمير اوغلو قدم على البلاغ الكاذب لي دايق سينانه فورال وبعدين انا وانت منعرف فورال مظبوط وهو في عنده اعداء كتير وما حدا بيحبه يعني سكر هالموضوع لا بس لا تهتم للموضوع اذا ما طلع الشاهد الحقيقي وانا هيك رح سوي غير رأيك وتعال لهم لا ما رح اجيها الليلي طيب ماشي معنات رح اتركك لتضل حالك تصبح على خير وانت من اهلو يا صبايا يا ريت تسرعوا شوي بتحضيرات العرس لانه ما عاد فيني اسبر اكتر من هيك عزيز لو سمحت انا ما بدي عرس كبير خليها حفلة صغيرة بيناتنا ماشي ماشي متل ما بديك يا ملاكي اه اه حطرتلي فكرة منساوية بقارب كينان اه فكرة حلوة نحنا منحضر الاكل ومنكون اول زباينه والله فكرة معقولة وهيك منجيب الحاج لقارب كينان اذا سوينا العرس فيه حلو انا راية بخاطركم مع السلامة صباح الخيط صباح النور تعالي لو تعرفي قديش اشتقنا حتى نشوفك بيناتنا شو بتاكلي ارماك منساويلك بيض بروتين بروتين نيفرا ساوي اومليت لارماك انا ما بدي اكل بيض هلا لا بتاكلي بتاكلي من هلا ورايح نيفرا راح تسجلي شو بتاكلي وشو بتشربي انا راح اتأكد بنفسي ممنوع تهملي غزائك ابدا شفتي اخواتك جنبك حلو مو هيك اساسا احلى الشيء بهالحياة عيلة الانسان كل شيء مؤقت والعيلة دائمة وكمان الزواج مؤقت والاخوة دائمين الله ينزع صباح وشو جابوه صباح الخير اهلين حبيبي اهلين حبيبتي انتي منيحة اليوم؟ امي شو رأيك لو طرحت فستان العرس تكون كبيرة؟ بنتي بلا تخبيص شو فستان بعد هالعمر؟ اه اه اي عمر انتي معناك كبيرة شو ميلوش؟ ايه طبعا ما بصير عروس من دون فستان عرس بالحقيقة انا كنت عم فكر انه قلبس فستان عادي حلو وبعد العرس بتروحي فورا بتشتغلي بالمطعم استغفر الله العظيم شو فستان عادي؟ وانتي التانية من فكرة حالي خبيرة بالموضة والازياء تفرجي ع حالك شو بتلبسي؟ على فكرة الكل بيموتوا بالتيابة اهل الكل بيموتوا بالتيابة؟ بنتي وأنا رأيه مثلك البسي فستان عادي ما بصير بدي شوف امي فستان العرس حاجتك بقى هازال يا حرام لا تزعلوا البنت الصغيرة والله كتير ضحكتوني في كتير فستان حلوة هازال مم شوفي ما احلاهن؟ طيب متل ما بديك هذا الموضة الحلو بس هاد احلا امي لا ما عجبني لازم تكون الطرحة كبيرة شو طرحة كبيرة هازال؟ احلاهن تعالي اي برو اعادي اتفضل انا عم بسمعك سمعي اي برو كتير طلع كلام فاضي واشاعات بتخصك جوات الشركة هاي حياتك الخاصة ما بتعني لي ابداً بس بما انه ملك هي اللي ربتك هالاشاعات ما عجبتها ابداً انتي بدل ما تتشكري على لهفتة اتجاهك سمعتيها كلام زعالة وضايقة بس انا ما قلت اي شي كذب قلت لها الحقيقة اللي بعرفها وحتى انا ساويت اللي كان مفروض انت تساوي معنات اسمعي شو رح قللك ازا بتساوي شي لهازال ولا ملك او بتقولي شي زعجن فرح تلاقيني قدامك واتا و بس معناتا وانت اسمع شو رح قللك ما حدا اي له علاقة فيني انا صبية وواعية وفيني ساوي كل ياللي بدي اياه انت عطيت رشوة لأبي مشان يطلق ملك خانم فلا تحاول ترمي اغلاطك علي اهلين وسهلين اهلين فيك ما عندي كتير وقت خبرني بسرعة شو صار معك قدرت تاخد لهم صور؟ ايه طبعا فضلي هلا انا رح دمرك يا سينان وقعت بايدي انا اخدت قرار يا اخي رح انفصل عن ديفنا لنشوف ديفنا شو رح تطلب منك مشان توافق على الطلاق لا تشغل بالك ابدا من هالناحية فرال اخوك سينان اخد كل الاحتياطات يعني ما في شي ممكن يعرض الشركة للخطر برافو عليك اخيرا ساويت شي بيليق فيك شو رح تساوي بعد الطلاق؟ بدي استمتع بحريتي فرال برافو هذا اللي بديها لا تتعلق بحدا وليش لا حتى اتعلق بحدا؟ اساسا من زمان كنت عم استنى هالطلاق ما عد غلط الغلط نفسه سينان عم يحاول انه يطلق من مرته وانا عم حاول رجع مرته اللي اطلقت منه شو هالمسخر هاي؟ الله يعطيكم العافية الله يعافيك شو جابك بكير؟ هازال طلبتني وانا اجيت فوراً انا اتصلت فيه حبيت احكي مع كنان بتفاصيل الشغل ومشان موضوع حفلة عرسكو رح يصير عرس عقاربك شو عم تقولي؟ امي وابي رح يتزوجوا ان شاء الله ألف مبروك يعني العشاء رح يجتمعوا بالنهاية شكراً تفضل اقعد طيب ماشي رح اجيب وراءه وألو شو عاش بك تهى الرجال يا هازال؟ كل ما فتل الظهري بلاقيكي جنبه شو في زوجك اللي بتحبيه مع مين قاعد وانتي بالبيت؟ انسى ارمانك؟ انسى ارمانك؟ انسى ارمانك؟ انتي منيحة؟ منيحة منيحة انتي متأكدة؟ بدك يعني يخبرك ينام بك؟ لا تخبري، ما في داعي انت تركت اختي بالبيت لحالة من الصبح على بكير على أساس في عندك كتير شغل وشوف مع مين قاعد هلا هون؟ ولك ما بتخجل من حالك انك تخون اختي يا عديم الأصل؟ لا تصريخ، هم مطعم فورال بلطة خبيص، نحنا عم نحكي بالشغل ايه وأنا سداتكن، شو هو الشغل؟ رح نقدم أكل من مطعمنا لقارب كنان، عندك اعتراض؟ حلو حلو حلو، يا عيني والله، صياد السمك رجع على البحر، ممتاز، أساسا نجوش تركز زيادة على صياد سمك عادي مثل هاد شو بدك؟ ولا شي، ما بدي شي، بس بدي صحتكم وسلامتكم الحمد الله كلنا بصحة وسلامة، من بعد إذنك بدنا نشتغل طبعا طبعا نشتغله، موفقين إن شاء الله مع السلامة اه، انت اللي اجيت، فكرتك لمصلح، تفضل فوت أنا عندي خبرة بتصليح الغسالات، فما حبيت إني إبعت مصلح غريب، وما حدا بيعرف شو ممكن يصير آخ بس لو تصلح على العطل الموجود بقلبي وتريحني ما فهمت شو إلتي؟ كنت عم قول إنك لطيف، شكرا ممنونتك لأنك قلقت علي وأجيت أنا كتير بتشكرك، أنت عن جد جنتلمان لا، شو الكلام هال، بالآخر هي مهمتي وإمتى أنا رح كون مهمتك يا ترى؟ أنا رح انزل لتحت وشوف الغسالة الشي اللي من زمان طلبت منك إنك تعرفه وأنا عرفته قبلك قل لي شو بتعرف تشتغل أنت؟ أنا عم ساوي اللي بيطلع بي خراس كينجار خراس، مليت من حججك السخيفة والغبية هي عرفنا كينان هلأ شو عم يشتغل؟ إجا الوقت لحتى نخلص منه ونرتاح ما عاد بدي شوفه لا جنب هازال ولا جنب أختي مرة تانية شو بدنا نساوي فرال بي؟ رح نساوي له شي كتير سيء، رح نوقعه بفخ كبير بدي ياك تبلش بالإجراءات بسرعة؟ أنا أساساً بلشت بالإجراءات آه، ممتاز بس سينام بيك، بترجعك انتبه قبل موعد المحكمة بلا ما يصير شي غلط معنا معك حق، بس أنا عامل عائد زواج تتخيل معقولي اتزوج من دون ما أضمن حالي؟ سينام بيك، بس عقد الزواج اللي بيناتكم ما بيشمل الخياني لهيك انتبه أي غلط ممكن تساوي قبل المحكمة بكلفك سروة كبيرة أوه، والمحامي هون كمان أنا دائما هيك بحب اني كون موجودة بالمكان والوقت الصح شو صار ديفنا؟ سينان، طالما انت لهالدرجة حابب تطلق أنا رح رايحك، خلينا نتفق على الطلاقة موسيقى 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 اهلين فورال بيك لاني سئر ماك اتعرضت لنوبي بسيطة الصبح شو؟ طيب ليش ما خبرتيني؟ هي تحسنت بسرعة وما حبت تشغل بال حدا هي منيحة هلا؟ منيحة شو صار لحتى تعبت فجأة هيك؟ والله ما بعرف ابدا اجت رسالة على موبايلها وبعدين فجأة سائت حالتها تطيب روحي كنت رح تقتل اختك يا غبي غبي اخي ارمعك اخ